برعاية أمريكية تم الاتفاق النفطي بين بغداد وإربيل الغائب منذ عام 2004 بعدما خفضت حكومة بغداد الأموال المخصصة للإقليم الاتفاق الجديد يقضي بتصدير 150 ألف برميل نفط يوميا إلى ميناء جهان التركي على أن تتقاسم حكومة بغداد وإقليم كردستان الإيرادات مناصفة الزيارات المكوكية التي قام بها المبعوث الأمريكي إلى التحالف بريت مكورغ أتت أكلها في إبرام الاتفاق تمهيدا للمعركة الحاسمة المرتخبة في الموصل ضد تنظيم الدولة ما يشير إلى اقتراب إعلان بدئها وتنقل المبعوث الأمريكي جيئة وذهبا بين إربيل عاصمة إقليم كردستان والعاصمة العراقية بدءا من النصف الأول من إبريل نيسان وبلغت جولاته ذروتها في لقاء عقد في التاسع عشر من يونيو حزيران مع مسعود البرزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وفلاح فياض مستشار الأمن القومي العراقي لو لا مكورغ لما تم الاتفاق هكذا علق مصدر الكردي رفيع عقب توقيع الاتفاق وتقول مصادر في إربيل إن حكومة الإقليم أبلغت مكورغ وبغداد أنها خسرت إرادات قيمتها نحو مليار دولار منذ مارس أذار إذ أن حقل كركو كان يعيد ضخى حوالي 150 ألف برميل يوميا في باطن الأرض بدلا من تصدرها مع بقية إنتاج إقليم كردستان البالغ نحو 450 ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية عن طريق تركيا انفراج الموقف بين الجانبين ساهم في بدء حوار منفصل حول ترتيبات القوات لمعركة الموصل والحدود الداخلية المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان وبحسب دبلوماسي غربي كبير لرويترز فإنه منذ إبرام الاتفاق تعهد الأكراد بصفة غير رسمية بإبقاء قوات البشمرقة خارج مدينة الموصل نفسها مع السماح للعراقيين باستخدام الأراضي التي يسيطرونهم عليها في الوقت الحالي حول المدينة في إعداد القوات للهجوم الأمر الذي سمح بالتعجيل بالتخطيط للمعركة إذن بعد الاتفاق النفطي والاجتماعات حول معركة الموصل بين بغداد وإربيل والرضى الأمريكي على مجريات الأوضاع يبقى التساؤل مشروعا عن جدية القوات الحكومية باستعادة الموصل تلك القوات نفسها التي سلمت تنظيم الدولة غرب العراق بأكمله قبل عامين